ينزم علينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى كيف هي الأوضاع لديك؟ هل ما زال هناك احتجاجات واشتباكات بين المحتجين والقواء الأمنية؟ نعم طبعا في منطقة ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها الوضع كما هو عليه منذ يوم أمس هناك احتجاجات وتظاهرات مستمرة منذ أيام في هذه المنطقة دون ربما احداث اشتباكات أو احداث عنف تذكر لكن قبل قليل كانت نارك الكثير من الصدامات التي حدثت بين المحتجين وبين قوات الأمن العراقية في المنطقة القريبة من جسر باب معظم أو المدينة الطبية الموجودة في العاصمة العراقية بغداد بعدها حاول المتظاهرون من قطع هذا الجسر والسيطرة عليه مما أدى إلى دفع قوات الأمن العراقية لاستخدام القوة لإبعاد المتظاهرين وحتى هذه اللحظة بحسب المعلومات التي وردتنا بأن قوات الأمن تسيطر على جسر باب معظم بشكل كامل النقطة الأخرى هناك كان نوع من استخدام الغاز المسير الدموع والذخيرة الحية من أجل تفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من البنك المركزي العراقي في وسط العاصمة العراقية بغداد من بعض المتظاهرين وهذه الخطوة دعت قوات الأمن العراقية لتعزيز تواجدها بقرب من تلك المنطقة بشكل كبير وإغلاق البنك المركزي تحسبا لحدوث أي طارق كذلك أيضا بورصة الأسواق العراقية وأسواق المال العراقية أيضا أغلقت أبوابها هذا اليوم بسبب طبعا الدواعي الأمنية وخوفا من حدوث تطورات أو استهدافة مصطفى اليوم يعني نحن نرقب إدانات مختلفة دولية من الأمم المتحدة من أمريكا من منظمة العفو الدولية كيف تتعامل الحكومة العراقية مع هذه التصريحات والإدانات حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح للرد مثلا على بيان الأمم المتحدة أو السفارة الأمريكية في العراق أو منظمة العفو الدولية لكن رئيس الوزراء العراقية عادل عبد المهدي كان قد ذكر يوم أمس بأن قوات الأمن العراقية لا تستخدم القوة المفرطة على غرار أو بما يشابه ما تستخدمها القوات الأمنية في بلدان أخرى وذكر بأن استخدام أو أن تعامل القوات الأمنية مع متظاهرين أقل عنثا من أجزاء الأمنية في دول أخرى على عكس ما كان واضحا في بيان الأمم المتحدة التي ذكرت سقوط 97 قتيلة حتى هذه اللحظة إضافة إلى آلاف الجرحة مفوضية حقوق الإنسان وضعت الرقم في مستوى أعلى وذكرت بأن هناك حتى هذه اللحظة 104 قتيل في مختلف المحافظات العراقية في الموجة الثانية من التظاهرات إضافة إلى آلاف من الجرحة بالتالي الحكومة العراقية لا تزال تسعى إلى التهدئة ومحاولة احتواء الشارع العراقي طبعا بعدم التصريح كما يرجح بعض الخبراء إضافة إلى الدعوات المستمرة من الحكومة العراقية المتظاهرين إلى العودة إلى الحياة الطبيعية ومحاولة إطلاق حزم من الإصلاحات بين الفينة والأخرى شكرا جزيلا لك مراسلنا مصطفى القطان كنت معنا من بغداد